في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتحديداً في شمالها تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل بضرورة اتخاذ خطوات خلال الشهر المقبل لتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا فستواجه قيوداً محتملاً على المساعدات العسكرية الأمريكية فيما اعتبرت الخارجية الأمريكية أن هناك استجابة إسرائيلية جزئية لضغوطها شهدنا بعض التحسن في الأيام القليلة الماضية وهناك بعض الإجراءات التي رأينا الحكومة الإسرائيلية تفعلها رغم ذلك انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مهلة الشهر الذي منحته الولايات المتحدة لإسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة ووصف بوريل مهلة الشهر الواحد في الوقت الذي يلقى فيه الناس حتفهم بأنه وضع كارثي الرسالة الأمريكية تحدد خطوات يتعين على إسرائيل اتخاذها في غضون ثلاثين يوما منها السماح بدخول ثلاثمائة وخمسين شاحنة إلى قطاع غزة يوميا علما بأن الأمم المتحدة أوضحت أن شمال القطاع لم تدخل مساعدات غذائية بين الثاني والخامس عشر من أكتوبر الجاري كما تطالب الولايات المتحدة إسرائيل بفترات توقف للقتال للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية ولكن تبقى الأنظار حول ما هي القرار الإسرائيلي في هذا الملف الإنساني الذي يتفاقم يوما بعد آخر لتبقى المعاناة الإنسانية العنوان الأبرز في قطاع غزة اشتركوا في القناة